بسم الله الرحمن الرحيم وعلمنا في الدرس السابق والذي قبله عن المقدمات التي وضعها المؤلف من أجل أن يبين لطالب العلم ما يتعلق بهذه الوصول الثلاثة وهي معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر هذه المقدمات الثلاث ثم اليوم نبدأ بإذن الله بالأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلفة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الأصل الأول فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم نعم المؤلف هنا رحمه الله بدأ بهذه الأصول الثلاثة ثم شرع في التفصيل بعد الإجمال والشيخ هنا يبين الأصول الثلاثة المهمة وهي التي يسأل عنها العبد في قبره أول ما يسأل العبد في قبره يسأل عن هذه الأصول الثلاثة من ربك ما دينك من نبيك فمن كان معتقدا بها اعتقادا صحيحا أجاب على هذه الأسئلة وكان نصيره وطريقه إلى الجنة أما من لا يؤمن بهذه أو خالف هذه الأصول الثلاثة فإنه كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول ها ها لا أدري حتى أنه يغلق عليه ولو كان يعرفها في حياته ولكن عندما يسأل في قبره وهو يناقض هذه الأصول الثلاثة فإنه لا يجيب عليها في القبر المؤلف ذكر إجمالا هذه الأصول الثلاثة المتعلقة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام ثم بدأ بأول أصل وهو عندما ذكر هذا الأصل بأسلوب السؤال وأسلوب السؤال هذا مفيد للقارئ ولطالب العلم ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه في مواقف كثيرة من أجل أن يشد الإنتباه من أجل أن ينتبه الجميع لأهمية هذا السؤال وأهمية ما يريد أن يقوله فإنه يذكره بصيغة السؤال من أجل أن ينتبه طالب العلم بذلك فهنا يقول فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه هنا ملحظ ربما يسأل البعض يقول هنا قال المؤلف من ربك ونحن نعرف أن هناك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وهنا قال من ربك والمقصود بذلك إذا قيل من ربك أي من معبودك من تعبد ما هو الإله الذي تعبده هذا مقصود من ربك وليس المقصود في ذلك ما يقر به أهل الشرك فهم يقولون أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحي وأنه المميت ولذلك جاء في قوله تعالى وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّا اللَّهُ وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّا اللَّهُ طيب هذا إقرار منهم على أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت وهذا جاء في آياته في صور كثيرة في القرآن تبين إقرارهم بتوحيد الربوبية ولكنهم يخالفون هذا الأصل بماذا؟ بتوجيه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لذلك جاء بعد هذه الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله جاء بعدها قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضره هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل ماذا نستفيد؟ جاءت الآية الأولى وبعدها جاءت آية أخرى تبين ما يتعلق بتوحيد الربوبية ومن لوازم توحيد الربوبية إذا آمنت بأن الله هو الخالق يلزم عليك أن تعبد هذا الخالق جاءت الآية التي بعدها قل أفرأيتم ألفاء هنا متعلقة بما بعدها وما هو مدلول عليها يعني ما بعدها يعني رتبت الترتيب ما بعدها هو متعلق بتوحيد الألوهية هو ما قبلها وهو توحيد الربوبية يعني معنى ذلك أفرأيتم معنى ذلك أنه متعلق بما قبلها إذا كنتم قد آمنتم بأن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت كان من لوازم ذلك أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وهذا هو المقصود عندما يأتي وتسأل من ربك لا يقصد بذلك أن تقول أن الرب هو الخالق والرازق والمحي فقط لا يجب أن تؤمن بأن العبودية لله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني اتخذوهم معبودي قال عدي بن حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم نعبدهم عندما ذكر هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاتم قال إن لم نعبدهم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه فتلك عبادتهم إذن ماذا نفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام عدي قال عندما جاء في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني معبودين لهم يعني ما ظهر هنا أنهم كانوا يعبدونهم ولكن ماذا حصل منهم لماذا وقعوا في الشرك هم لم يعبدونهم لكنهم وقعوا في الشرك لماذا وقعوا وقعوا لأنهم كانوا يطلبون منهم وما يتعلق بيحلون ما حرم الله ويحلون ما حرم الله يبيحون ما حرم الله ويحلون ما حرم الله فهذه هي عبادته إذن هنا دلال على أن القصد في العبادة أو فيما يخالف ما أمر الله به أن هذا هو نوع من العبودية قوله المؤلف هنا هنا في كتابه قال وهو معبودي ليس لي معبود سوى أولا قال من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه معنى ذلك المؤلف دائما الشيخ محمد بن دهام يضع دائما الأسلوب البسيط الذي يفهمه الجميع ويوضح لهم المسائل والأصول المهمة التي يحتاجها الناس في حياتهم فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه أي إذا سئلت في الدنيا أو إذا سئلت في قبرك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين وهذا هو دليل واستدلال أيضا يفهمه الجميع لأن هذا شيء عقلي إذا علمت بأن الله هو الخالق وهو الرازق كان من لوازم أن تعبد الله الذي خلقك ولذلك جاء بهذا الأسلوب بعدها قال وهو معبودي إذن أضاف العبودية بعد ذلك إذا عرفت أن الله هو الرب وهو رب العالمين أجمع فلذلك قال وهو معبودي أي أن العبادة توجه لله سبحانه وتعالى ليس لي معبود سواه وهذا في كلام الشيخ إقرار بالربوبية وإقرار بتوحيد الألوهية وهذا هو الذي يفرق به بين المشرك وبين الموحد هو ما يتعلق بتوحيد الألوهية ولذلك نقول أنها تجتمع أحيانا توحيد الألوهية أقصد أنه أحيانا تجتمع ما يتعلق بالربوبية وما يتعلق بالألوهية فهي جامعة وهي من لوازمها فأحيانا إذا أطلقت الربوبية أو أطلقت الألوهية فإنها تشمل الجميع تشمل الربوبية والألوهية لأنه إذا كل الربوبية لا يعني ذلك أنك فقط تؤمن بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي ولا تؤمن بأنه هو المعبود لا فنقول أن الأصل في ذلك أن الربوبية معناها يدل على الألوهية فإذا قلت أن ربك الله ماذا تقصد أنك تعبد الله سبحانه وتعالى فلا يفرق في قضية مسألة أن البعض ما يفرق يقول توحيد الربوبية ثم يقف عند ذلك نقول أن هذا يقال عند التفصيل في المسألة وعند توضيح ما يقع فيه أولئك من الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم يخالفون هذا التوحيد بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ثم قال المؤلف فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قال الحمد لله رب العالمين هذا هو الدليل أن الله تعالى هو المستحق للعبادة لكونه سبحانه هو المربي سبحانه وأيضا الحمد هنا في قوله الحمد لله رب العالمين هو الاعتراف بصفات الكمال لله سبحانه وتعالى وأيضا المحامد كثيرة لله سبحانه وتعالى فالحمد لله رب العالمين ماذا يقصد بقوله رب العالمين قال المؤلف هنا في شرحه قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم العالم أيها الإخوة هناك عالم الإنسان وهناك عالم للطير وعالم للحيوانات وعالم للنبات وعالم للسماوات والأرض وعالم للأراضين وعالم للجن وعالم العوالم كثيرة فهنا يقول أنت جزء من هذا العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فإذا كنت واحد شخص أو جزء من هذا العالم كان واجبا ولازما عليك أن تعبد من خلق هذا العالم الحمد لله رب العالمين جميع العالم جميع المخلوقات جميع ما في السماوات وما في الأرض فهو الخالق سبحانه وتعالى نعم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة نعم هنا المؤلف بدأ في ما يتعلق بسؤال آخر فإذا قيل لك بما عرفت ربك هناك آيات تدل على الله سبحانه وتعالى فهناك الآيات الكونية وهناك الآيات الشرعية كل هذه فيها دلالة على الرب سبحانه وتعالى فبين المؤلف بيانا واضحا للجميع كيف أعرف الله أعرفه بآياته ومخلوقاته ثم ذكر أن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر ثم سشهد بقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون المؤلف يركز في هذا الباب بالذات ما يتعلق بمعرفة الرب لأن الإنسان إذا عرف أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وتفكر في هذه المخلوقات عرف أن لها خالق وإذا عرف بأن لها خالق فإنك لزاما عليك توحد هذا الخالق وهذا الرب الذي خلق هذه المخلوقات فجاء بهذه الآيات عندما نتفكر في هذه الآيات نحن نعيش في هذه الدنيا الآن ولكن لا نستشعر أهمية هذه الآيات التي نعيشها نعمة نعم عظيمة نتقلب فيها إما في أنفسنا أو في حياتنا التي سخرها الله سبحانه وتعالى لعباده هذا الهواء الذي نستنشق إذا لم نستطع أن نتنفس فإنه يهلك الإنسان الشمس والقمر والآيات والليل والنهار كل هذه إذا تفكرنا فيها نجد أنها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ومن آياته العظيمة التي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان من أجل أن يعيش في هذه الأرض ولذلك عندما يبين لهم ذلك هذه الآيات وجب علينا أن نصرف العبادة لله سبحانه وتعالى فهناك الآيات الكونية وهناك الآيات الشرعية والشرعية المقصود بها الوحي وما أوحاه الله سبحانه وتعالى وما جاء به الرسل لأقوامهم ما جاءوا به من الكتب وما جاءوا أيضا من المعجزات وما فيها من الدلائل على رسالتهم فهذا أيضا من الوحي ولذلك جاء في قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون عندما قال وبين لا تسجدوا للشمس ولا للقمر كان في قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون الشمس ويعبدون القمر فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العبادة قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ولذلك جاء النهي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصلي عند شروق الشمس وعند غروبها لماذا؟ العلة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أقوام يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون للشمس عند غروبها فكان من لوازم ذلك أن لا نشابههم وأن نتعبد الله في مثل هذه الأوقات ولذلك جاء التصريح في هذه الآية لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قوله تعالى أيضا في الاستشهاد الذي ذكره المؤلف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أي أن الله هو الخالق وخلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام انظروا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ولو أراد لقال كن فيكون ومع ذلك خلقها سبحانه في ستة أيام لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ثم قال ثم استوى على العرش والاستواء هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فالمقصود الاستواء نقول استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولذلك هذا فيه رد أيضا على من يقول أن الاستواء على العرش أنه القدرة أو أنه بمعاني مخالفة لهذا المعنى ولذلك نقول أن ما يتعلق بالاستواء هو استواء معلوم نؤمن به ولكن نقول أن الكيف مجهول ونبين أن السؤال عنه بدعة ونقول أن الإيمان به واجب وهذا هو ما جاء في هذه الآية ثم استوى على العرش وهو استواء يليق بجلاله هذه الإجابة فيما يتعلق بالاستواء على العرش ثم قال يغشي الليل النهار ولذلك نجد أن الليل يأتي ويغضي النهار ثم يأتي النهار ويغضي الليل وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة التي قليل ما يتفكر فيها الناس هذه النعمة في نعمة الليل ونعمة النهار هذه من النعمة العظيمة يستطيع الإنسان أن يعرف فيها الأوقات ويستطيع أن يعرف ويعيش وأيضا الليل سبات والنهار معاش فينام في الليل والنهار فيه المعاش فهذه من نعم لا يتفكر المسلم في هذه الآيات وهذه من دلائل خلق الله هذه من دلائل ما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف كيف إذا سئلت كيف تعرف ربك فتعرفه بهذه الآيات التي جاءت في الآيات الكثيرة ثم استول السماء كما في قوله تعالى في قوله سبحانه ألا له الخلق والأمر الأمر هنا الخلق بيناه والأمر هو أمر إما أن يكون كوني أو أن يكون أمر شرعي الأوامر من الله سبحانه وتعالى التي يأمر بها إما كونية وإما شرعية الكونية في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا قالت أتينا طائعين فأتت السماء والأرض طوعا لله سبحانه وتعالى وأيضا في قوله إنما أمره إذا راب شيئا أن يقول له كن فيكون هذه أوامر كونية من الله سبحانه وتعالى وهناك الأوامر الشرعية التي أمرنا بها ما يتعلق بالعبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها فهذه هي الأوامر الشرعية له الأمر سبحانه له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى من المسائل التي في هذا الباب أيضا قال المؤلف والرب هو المعبود أيضا يؤكد المؤلف أن العبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى والدليل يا أيها الناس عبدوا ربكم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس وإذا قل جاء التوجيه وجاء النداء في القرآن يا أيها الناس المقصود به جميع البشر المسلم وغير المسلم جميع البشر يا أيها الناس هذا خطاب موجه للناس يا أيها الناس أنتم مأمورون بعبادة الله يا أيها الناس أعبدوا ربكم ولذلك المعنى لهذه الآية أن الله هو الذي يستحق هذه العبادة ثم قال المؤلف قول ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وهذا من دلائل هذه الآيات يا أيها الناس عبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم فالله هو الخالق وهو الرازق فجاء في تويبه رحمه الله وأيضا ما ذكر المؤلف أيضا من كلام ابن كثير رحمه الله بدلالة ذلك بأن العبادة تصرف لله سبحانه وتعالى نعم وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هنا يشرع المؤلف في ذكر جملة من أنواع العبادات التي تصرف لله سبحانه وتعالى إذا عرفنا أن الله هو الخالق وأنه هو المعبود إذن يجب أن تصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى فجاء المؤلف يوضح لنا ما هي العبادات التي يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى ثم ذكر أنواع عبادة وما يتعلق بالإسلام وهذا قوله في الإسلام والإيمان والإحسان هذا يدل عليه الحديث عمر رضي الله عنه عندما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا ذكر منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر كل هذه الأشياء حصل فيها الشرك جميع ما ذكر المؤلف لم يذكرها المؤلف هنا إلا لأنه وقع الشرك في هذه الأنواع العبادات ذكر الأنواع العامة المتعلقة بما يتعلق الإسلام والإيمان والإحسان والمؤلف هنا سوف يؤجل ما يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان لأنه متعلق بالأصل الثاني ولكنه ذكر ذلك إجمالا من أنواع العبادات المتعلقة بأهم قضية وهي ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بما يضاده وهو الشرك ثم ذكر هذه الجملة وسوف يبين لنا كل نوع من أنواع هذه العبادة سوف يذكر لنا الدليل على ذلك هذا هو ما ذكره المؤلف عندما قال أن ما عرفت سوف يذكر هذا سوف يقول ويبين وهو المهم أيضا أنك لا تأخذ بأي أمر إلا بدليله لا تأخذ بهذا الأمر إلا بالدليل فلذلك نقول أن العالم وطالب العلم عندما يقول بقول يجب أن يكون هذا مبنيا على ماذا على الدليل أما عامة الناس لا يحتاجون الدليل إنما هم يقلدون ويسألون من يثقون به من أهل العلم فيكفيهم أن هذا جائز أو لا لأنه يعرف ويعلم بأن هذا العالم وطالب العلم لم يفتي بهذه المسألة إلا بماذا إلا بدليل ولذلك يجب أن يفرق لذلك أذكر فائدة هنا متعلقة بمسألة الفتوى البعض من الناس أو بعض المفتين هداهم الله إذا جاء يجيب على الأسئلة تجده يفصل في هذه المسألة ويذكر الأقوال ويذكر في المسألة الواحدة لو سألته عن مسألة بسيطة جاء بجميع الأقوال قال القول الأول قول الحنفية وقول المالكية والقول الثاني والقول الثالث والرابع ويأتي أحيانا بعشرة أقوال السائل عامي يريد فقط الإجابة يجوز أو لا يجوز فتجدهم يفصلون ثم إذا أراد أن في آخر شيء يبدأ يحير السائل يقول مسألة خلافية ولا يعطيه الإجابة الواضحة لذلك يقول الشيخ ذكر الشيخ صالح الفوزان عن الشيخ محمد الأمير الشنقيطي أنه كان يقول إذا أردت أن أفتي فإني أفتي للعام ولا أذكر الدليل ولا حاجة لذكر الدليل في ذلك إنما أبين له الحكم ولكن لطالب العلم وفي مجالس العلم لابد من بيان الدليل لأن هذه المجالس هي مجالس تأصيلية وطالب العلم يحتاج إلى التأصيل فلا يأخذ بأي مسألة إلا بدليلها لأنه يحتاج إلى هذا الدليل في تأصيله لكن هذا الأمر يفرق ما بين الفتوى وما بين أيضا ما يتعلق بطلب العلم قال هنا المؤلف عندما ذكر هذه الأنواع وبينها فقال أن جميع هذه كلها لله كل هذه الأشياء التي ذكرها تصرف لله سبحانه وتعالى والدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر طيب لماذا المؤلف استشهد بهذه الأشياء يعني ذكر استشهد بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاثة والاستغاثة والذبح والنذر كل هذه استدلت بهذه الآية قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا المؤلف أراد أن يبين بهذا الدليل أن العبادة والتي مكانها والتي تصرف فيها مثل هذه العبادة أنها أيضا في هذه المساجد وأن المساجد لله أي لا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى جميع هذه الأعمال كلها أعمال قلبية وداخله فيما يتعلق بعبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى وهي تصرف في هذا المكان فالمسجد والمساجد دليل على ذلك فلا تدعو مع الله أحدا أيضا ذكروا أيضا في قول آخر أن هذه المساجد المقصود بها الأعضاء والسجود أن المقصود بها السجود أي أنك لا تسجد ولا تلتجئ ولا تعمل هذه الأعمال إلا لله سبحانه وتعالى وهو وصف بالخضوع لله سبحانه وتعالى بالسجود فقال المؤلف من صرف شيئا من هذه لغير الله فهو مشرك كافر إذن الأمر خطير لكن أصل الفطرة أنها تتوجه إلى الله بجميع هذه الأمور هذا أصل الفطرة إلا إذا جاء ما يشوبها ولذلك الآن في هذا العصر المسلم يحتاج أن يحصل نفسه لأن فتح هذه الوسائل والتواصل التي أصبحت تصل إلى الجميع هذه المعلومات وهذه الخرافات وأحيانا البدع وغيرها أصبحت تصل إلى الناس في بيوتهم بل وفي فراشه وهو عند نومه تجده ينظر إلى الجوال وتصل تلك الرسائل منها الشبه ومنها المنكرات ومنها غير ذلك فلذلك على المسلم أن يحصل نفسه ولذلك من أهم الأمور التي يستطيع المسلم أن يصرف عن نفسه هذه الشبهات وهذه الأمور والفتن التي أصبحت تصب علينا صبا من خلال هذه الوسائل لا شك أنه هو التوحيد التوحيد فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم هنا المؤلف أتى بكل مسألة وأتى بالدليل كل مسألة وأتى بالدليل من الكتاب والسنة وهذا الأسلوب وهذا الذي سمعناه الآن من الشيخ محمد يرد على كل من شكك في دعوة الشيخ محمد منذ الوهاب وأنه أتى بشيء من عنده كل ما ذكره هو تأصيل والدليل من الكتاب ومن السنة بل إن أكثر ما يستدل به هو من الكتاب كما سمعنا الآن عندما ذكر هذه الجملة مما يتعلق بأنواع العبادات أتى بالدليل قال أولا فمن صرف منها شيئا أي هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كاثر هذا كلامه طيب نقول ما هو الدليل يعني بعض الناس يقول أحيانا ربما يصرف شيء من العبادة هناس الذين يتوجهون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم المدد وغيره وأيضا يتقربون إليهم بالذبح وأيضا يرجعون إليهم بالدعاء كل هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله بعضهم يقول لا إنما نحن نعبدهم إنما ليقربون إلى الله زلفا وبعضهم يقول لا نحن نعبدهم نحن أقل يقولون اسم هذه الشبهة يقولون نحن عندنا المعاصي وعندنا الذنوب فلا يليق بنا ونحن أصحاب الذنوب والمعاصي أن نتوجه إلى الله مباشرة فنجعل هؤلاء واسطة وهم أهل تقوى وصلاح بيننا وبين الله لكي يشفعوا لنا هذه شبهة عظيمة الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذدعان ما قال اجعل واسطة ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى عندما ذكر عن حالهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فالمقصود في ذلك أن هؤلاء أصحاب الشبه الذين يضعون هذه الشبه عند عوام الناس إنما كان القصد منها إما أن تكون هناك اعتقادات فعلا بالشرك بالله سبحانه وتعالى أو أن هناك أمور دنيوية هم يتكسبون في الغالب أصحاب الأضرحة والذين يحاولون جلب الناس لهذه الأماكن إنما أرادوا جمع المال ولأن الناس يحتاجون أحيانا إلى من يرشدهم ولكن هؤلاء أرشدوهم والعيال بالله إلى الشرك والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمؤلف رحمه الله ذكر أن من صرف شيئا من هذه العبادات فإنه مشرك ما هو الدليل قال في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فهذا هو الدليل على هذا الباب ثم جاء بالحديث في قوله والحديث في قوله الدعاء مخ العبادة هذا هو ما يتعلق بالدليل فيما يتعلق بأمر الدعاء وأن الدعاء لا يوجه إلا لله سبحانه وتعالى قال الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخنون جهنم داخرين واضح مسألة إذن الدعاء لله سبحانه وتعالى والله الخالق الرازق المحي المميت هو الذي من طلب منه أن نوجه الدعاء له وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل الدعاء ماذا عبادة من أعظم العبادات وهو الدعاء والتوجه هذه العبادة لله فكيف بمن يقول مدد مدد يا فلان أو مدد للنبي يا رسول الله أو مدد ألا يكون هذا قد خالف هذا الأصل نعم خالف هذا الأصل الله سبحانه وتعالى يقول في قوله وقال ربكم أي لكم أيها الناس ادعوني أستجب لكم إذن الإجابة مقرونا بالدعاء ولذلك على المسلم أيضا أن يحرص على ما يتعلق ب آداب الدعاء وما يتعلق بالارتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وفي الحديث قال الدعاء مخو العبادة أنا الآن لما قرأت هذه العبارة الدعاء مخو العبادة أتذكر حقيقة كثير من كبار السن من من نعرفهم من الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولكنهم حفظوا هذه الأصول الثلاثة فتجدهم دائما يستجهدون بهذا الحديث الدعاء مخو العبادة دائما نسمعها من كبار السن لماذا؟ لأنهم أصلوا على هذه المسائل المهمة وهي الأصول الثلاثة وكما ذكرت أنا سابقا وأؤكد عليها الآن في هذا المجلس وهو أن يجب على المسلم أن يؤصل نفسه في هذه المسائل لأنك إذا أصلت نفسك استطعت أن ترد جميع الشبه التي تتار عندك وخاصة في هذا الزمن فنجد أن هؤلاء العوام يستشدون بهذا الحديث وإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولكن له شاهد من حديث آخر وهو الدعاء العبادة عند أبي داود فالحديث له شاهد في هذا الباب ولكن الإضافة في قولهم مخ العبادة هي التي فيها الضعف ولكن المعنى صحيح أن الدعاء هو العبادة هو الدليل كما ذكر المؤلف وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن العبادة سيدخلون جهنم داخلين ثم جاء هذا أولا الدعاء بعده ماذا من العبادات التي يتعبد بها المسلم لربه الخوف الخوف طيب ما هو الدليل قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الخوف البعض من الناس يخاف من من أشياء موجودة في حياته الطبيعية إما من حدو من عدو أو من سابع أو من أي أمر أو من رجل أو غيره من الأمور هذا الخوف هو الخوف الطبيعي وهذا الذي لا يحازب ولا يتعلق بأمر العبادة ولكن هذا خوف طبيعي يخاف إما من طريق أو من رجل أو من يتخوف أحيانا من أشياء حتى في أمور حياته في ما يتعلق بالاختبار والنجاح وغيره هذا الخوف هو الخوف الطبيعي والخوف من شخص وهذا يدل عليه كما في قوله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب هذا الخوف الطبيعي يخاف من عدو أو من غيره هناك خوف السر وهو أن يخاف من غير الله إما من وثن يظن أن هذا يضر أو ينفع أو من الأولياء ويظن أنهم ينفعون ويضرون وربما أنهم يصاب بمكروه أو من السحرة يذهب إلى الساحر ويخاف منه ولذلك هنا مسألة مهمة خاصة فيما يتعلق بهذا الخوف هو ميزة النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذهب إلى الساحر فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما وجاء في حديث آخر فقد كفر بما أنزل على محمد هذا المعنى هو لا يخرج من الملة من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ذكره العلم أن هذا الكفر لا يخرج من الملة لكن الإشكال إذا خاف من هذا الساحر أنه يضر وينفع في هذه الحالة فإنه يقع في ما يتعلق بالشرك الأكبر وهذا هو الخطر يظن ويعتقد بأن هذا الساحر ينفع ويضر فلا شك أن هذا وقع في ما يتعلق بالخوف المنهي عنه وإنما الخوف هو من الله سبحانه وتعالى هو يذهب إلى الساحر هو لا يعتقد ولكن يعلم بأن هذا الساحر يستعين بأمور معينة وهم في الغالب يكفرون قبل أن يكونوا سحرة نسأل الله السلام والعافية فهذا ما يتعلق بالخوف وهو خوف السر يعتقد في داخل نفسه أن هذا الولي وصاحب هذا القبر أنه ينفع وأنه يضر وأنه يجيب الدعاء وأنه أيضا واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى كل هذه تتعلق بهذا الخوف هو الخوف الثالث أو النوع الثالث من الخوف أن يترك الإنسان ما يجب خوفا من الناس يترك أمر واجب عليه خوفا من الناس أو خوفا من التسلط أو خوفا من أمر معين وقد أوجب الله عليه مثل من يكون قد تولى ولاية معينة في إدارة أو في أي مكان ثم كان من واجبه أن يلتزم بهذا النظام ولكن يرى أن بعض الموظفيين عندهم أمور معينة ويخشى فيترك هذا الواجب الذي وجب عليه في أداة هذه المهمة فيتركها خوفا من هؤلاء هذا مثال أو أنه يترك مثلا وهو عليه ولاية على أولاده وعلى زوجته فيرى مثلا أن الزوجة تقع في محرم أو الولد يقع في محرم فيترك هذا الواجب خشية أن يترتب على ذلك أمور خاصة به فنقول هذا خوف ولكنه لا يدخل فيما يتعلق بنوع العبادة ولكنه يأثم على هذا الخوف والآية التي ساقها المؤلف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وهذا متعلق بالخوف المتعلق بالعبادة أن تظن أن صاحب هذا القبر أو أن هذا الشخص أو هذا الساحر أنه ينفع ويضر ثم جاء بدليل الرجاء فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الرجاء ما هو الرجاء هو الطمع بفضل الله وإحسانه والرجاء لا شك إذا قلنا الرجاء أنه يتضمن ماذا التذل لله سبحانه وتعالى فيه ذل عندما تترجى شخص مثلا فيه هذا نوع من الذل تتدلل له أرجوك تقول هذه العبارة فهذا الرجاء يكون هو نوع من الخضوع لله سبحانه وتعالى والرجاء يتضمن كما ذكرنا التذلل والخضوع فلا يكون هذا الخضوع إلا لله سبحانه وتعالى ثم ذكر مؤلف ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أسر التوكل هو الاعتماد توكلت على الله ماذا تقصد بذلك أي اعتمد اعتمادا كاملا على الله سبحانه وتعالى في جميع أموري وفي جميع شؤون حياتي أي أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى فحقيقة ذلك أن يعتمد العبد على الله اعتمادا ماذا صادقا خالصا في جميع أموره في الدنيا وما تتعلق أيضا بأمور الآخرة أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى وهذا التوكل لابد أن يقترم بماذا بفعل الأسباب لا ينفع أن تتوكل بدون فعل الأسباب التوكل على الله هو نوع من أنواع العبادة ولكن لابد أن يكون مقرونا بفعل الأسباب فالتوكل اعتقاد التوكل هو اعتقاد واعتماد وعمل ماذا اعتقاد في القلب واعتماد على الله سبحانه وتعالى بأنه هو القادر وهو المصرف بعد أن بعد أن علمت بأنه هو المتصرف في كل شيء فإني وكلته في جميع أمري ثم بعد ذلك فعل الأسباب والعمل الذي أوجبه الله على عبده طبعا إذا ذكرنا الأسباب لا بد أن نتنبه لأن الأسباب المقصود بها الأسباب الشرعية وليست الأسباب المحرمة يعني الذهاب للساحر هذا نوع من أنواع الفعل لكنه محرم ولكن أي فعل متعلق بعد التوكل أن تكون الأسباب شرعية إذن جعل التوكل على الله شرطا في الإيمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فهنا كان هذا التوكل هو نوع من أنواع العبادة ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نعم هنا المؤلف ذكر هذه الثلاثة قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قرنها هذه الثلاثة الرغبة والرهبة والخشوع هي عبادات قلبية وهي من أجل هذه العبادات وصرف هذه العبادات لغير الله يعد شرك إذا صرفت هذه العبادات وهي ما يتعلق بالرغبة والرهبة والخشوع لغير الله فهذا داخل في الشرك والرغبة ما هي هي السؤال والطلب والابتهال والتضرع هذه الرغبة السؤال والطلب والخضوع عند الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى هذه رغبة فهو الابتهال إلى الله والسؤال والطلب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والرهبة داخل في الخوف والفزع والخشوع هو ماذا هو التذلل لله سبحانه وتعالى يكون القلب خاشع في نفسه وهو قريب من الخضوع الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع يكون في ماذا الخضوع في البدن تجده يتذلل وينزل بجسمه هذا نوع من الخضوع أما ما يتعلق بالخشوع فهو يكون في ماذا في القلب تجده في القلب تجده خاشع وتجده يستشعر أحيانا الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهو دليل على الفلاح الخشوع دليل على الفلاح فإذا هناك فرق بين الخضوع والخشوع ولكن الخشوع أيضا هو نوع من أنواع الخضوع لكن إذا أفردت وقلنا ما يتعلق بالخضوع فهو نوع من التذلل لكن يكون أحيانا بالبدن ثم قال في حال الأنبياء فيما يتعلق إنهم كانوا يسارعون في الخيرات هذه الصفة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأنبياء في سورة الأنبياء في آخرها هذه مهم أن يقرأها المسلم ويتدبر هذه الآيات وهي متعلقة بما كان من حال الأنبياء في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فبعدما ذكر من حال يونس وذكر من حال الأنبياء ثم جاء في بعد ذلك قال وصفهم جميعا بماذا لأن الله أجاب دعاءهم الله سبحانه وتعالى أجاب دعاءهم ثم جاء في آخر هذه الآيات بعدما ذكر ما حصر لهم عندما قال وأيوب إذنان ربه أني مسني الضر الآيات التي بعدها فأقصد أنه كان يلتج إلى الله سبحانه وتعالى والأنبياء يلتجؤون إلى الله في المصائب وعند الحاجة يلتجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال في هذا الوصف العظيم قال إنهم وهم أنبياء لأن الله أجاب دعاهم قال لماذا حصل لهم هذا التوفيق وهذه الإجابة قال إنهم أي هؤلاء الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إذن من أهم الصفات التي يجب على المسلم أن يتصف بها حتى تجاب دعوات التي يدعو بها المسارعة في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ثم قال ويدعوننا انظروا يدعوننا إذن نحتاج نحن عند الدعاء ماذا نحتاج قال ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فيما يتعلق بإجابة الدعاء قال إن الله لا يستجيب من قلب رجل غافل الله غافل غافل يعني لا عند خشية ولا عند رهبة ولا عند رغبة ولا عند خشون فإذا أراد المسلم أن يدعو ويطلب من الله الإجابة عليه أن يتنبه إلى هذه الأمور أولا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إذن المؤلف ذكر هذا الشاهد فيما يتعلق بهذه العبادة وهي متعلقة أيضا بعبادة أخرى وهي الدعاء وهنا جاء فيما يتعلق في أمر داخلي وهو متعلق بأمر القلب حتى تجاب هذه الدعوات عليك أن تدعو بهذه الصفات الرغبة وهو السؤال والطلب من الله والابتهال والتضرع كلها نوع من أنواع التضرع والرهبة الخوف والفزع والخشوع هو أيضا التدل لله سبحانه وتعالى فإذا جمعنا هذه الصفات فإنه يجب أن تكون صفة الداعي مشتملة على هذه الأمور ذكر بعض أهل علم فيما يتعلق بإجابة الدعاء أنه يقدم بين إذا كان عنده قد نزلت عليه نازلة أو أمر من أمور الدنيا وأراد أن يحقق الله سبحانه وتعالى أن يتقدم بالصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة فمع ذلك لا ينفع أن تكون قد تصدقت أو غير أو كذا ومع أن القلب متوجه لغير الله وهذا ما يريد المؤلف أن يبين أن الضغبة والرهبة والخشوع تكون لله وهذا حالها عندما تريد أن تدعو وهو ما حصل للأنبياء عندما دعوا الله سبحانه وتعالى ثم وضح الله هذا الأمر في هذه الآية فقال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فهذا فيه دلالة على أن الرهبة والرغبة كل هذه يجب أن تكون خالصة لله ويدعوننا رغبا أي طمعا لما عند الله سبحانه وتعالى ورهبا أي خوفا من الله سبحانه وتعالى وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين لله سبحانه وتعالى المسألة الثانية في قوله ودليل الخشية قوله فلا تخشوهم واخشونين الخشية هي نوع من أنواع الخوف الخشية هي نوع من أنواع الخوف لكنها أخص الخشية أخص من الخوف وقيل الخشية هي خوف يشوبه تعظيم الخشية هو خوف لكن يشوبه تعظيم لهذا الشخص الذي أنت تخشاه وأما الخوف لا يدخل في ذلك ربما تخافه لكن ليس فيه نوع من التعظيم كيف الخشية الخشية ربما يكون هناك عدو لكن لا تعظم هذا العدو صح ولا لا ولكن إذا جاءوا عند الضريح أو عند ذلك الرجل الذي يعبدونه فإنه يحصل عندهم ماذا خشية يخافون وخشية من صاحب هذا الضريح وهذا القبر وهو ما يعتقدون ولذلك تكون الخشية هنا هي أخص من الخوف ثم جاء أيضا فيما تعلق الإنابة قال في قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له والإنابة ما هي هي الرجوع والتوبة هذه هي الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا أي يرجعوا وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فالمقصود بالإنابة هنا وهو التوبة إلى الله التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هي التوبة من الذنوب يرجع بها المسلم لمن إلى الله سبحانه وتعالى ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعين بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا نعم المؤلف هنا ذكر أيضا خمسة مسائل أو خمسة أمور متعلقة بالعبادة فذكر الاستعانة وهي طلب العون وطلب العون والاستعانة أنواع طلب الاستعانة أنواع هناك استعانة بالله وهو أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وهي المتعلقة وهي بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فأنت إذا حصل لك هذا فأنت ستستعين بالقادر سبحانه بالله سبحانه وتعالى وإذا ذكرنا الاستعانة يظهر لنا هو التفويض لله سبحانه وتعالى إذا استعنت بأي شخص مثلا في أمور الدنيا فأنت تضع الثقة في هذا الشخص الذي استعنت به فأنت تتق به بأنه سوف يؤدي أو يقوم بما طلبت منه وأنت تتق به تذهب تريد واسطة تريد أمر معين تريد كذا فإذا كان هذا الشخص عنده القدرة لتحقيق ما تريد فأنت تضع الثقة فأنت إذا استعنت به معناها أنه وضعت الثقة فالاستعانة بالله هو مقصودها متضمنة كمال الدل لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه الاستعانة وهو التفويض له في كل أمرك وما يتعلق بأمورك ثم استدل بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هنا هذا الأمر الأول هو ما يتعلق بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وهو الأصل في ذلك هناك الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه مثل ما ذكرنا الاستعانة أولا بالله الأمر الثاني استعانة بمخلوق وهو يقدر على هذا الأمر فلا حرج في ذلك فهذه جائزة للمستعين إذا كان يقدر على هذا الأمر كما في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى فتستعين بأخيك في أمر من أمور يحمل معك شيء تحتاج إلى حاجة معينة فتستعين به في قضاء حوائجك ولا حرج في ذلك الأمر الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر تستعين بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذا له ما لا حاجة كيف تستعين بشخص حاضر لكنه لا يقدر أن يقوم بما طلبت منه فلا حاجة له أصلا الأمر الرابع بإذن الله نكمل غدا إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد